القوس هو بيت المشتري والمريخ صديق للمشتري سيد الطاقة والطموح والشباب والعدوان المريخ زار القوس المزدوج الذي يملكه المشتري وهو سيد التوسع والحكمة والعدل سوف تجد عدوانية المريخ وطاقته اتجاها وهدفا من خلال هذا العبور في القوس هذا قد يبرز روح المغامرة لدى الأفراد سوف تحرز القوات المسلحة والشرطة والمراكز الطبية تقدما بطريقة غير واقعية سيكون هناك لمسة فلسفية في الأنشطة بشكل عام سيكون هناك طلب كبير على الدراسات الدينية والفلسفة والعلوم الطبية في المجال الأكاديمي سيتم التفكير في نتائج الأبحاث الجديدة التي ستفيد البشرية بشكل عام أو تلخيصها قد تنهي البحث عن شريك الحياة حيث ستجده بين أصدقائك أو تشارك مع أشخاص مناسبين في العمل وتحصل على أرباح مضاعفة قد يكون لدى البعض الميول إلى فسخ الخطوبة حيث قد يجد أن العلاقة تحبت روحه الحرة يجب أن يكون الأزواج حذيرين في إعطاء مساحة لبعضهم البعض حتى لا يشعروا بالاختناق في العلاقة قد ترغب في قضاء المزيد من الوقت بمفردك لتحقيق أحلامك مما قد يجعل الشريك يشعر بالهجر والوحدة ستشهد سياحة المغامرات ارتفاعا في حركة المرور خلال هذا الوقت وكذلك الأماكن ذات الصلة ثقافيا ودينيا وسوف نرى التركيز غير المبرر على الحفاظ على التراث الثقافي والثروة الفلسفية سيتم تطخيم الفضول لمعرفة المزيد من خلال طاقات المريخ والتي ستساعد في إبقاء الشعلة مشتعلة إن الجوع للمعرفة سيتجاوز كل التخطيط والمنهجيات دعونا نرى كيف سينجح عبور المريخ في برج القوس الذي بدأ من الرابع والعشرين نوفمبر إلى الرابع من يناير حيث ينتقل المريخ من القوس إلى الجدي المثابر والذي يمثل الالتزام بالمواعيد والزهد والانضباط